السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو جديد ديال اليوم اللي غادي نشوفو فيه مع بعدياتنا طريقة علاج تفاوض ديال قطع التوب المهم في اشتلاقي والاطراف ديال التوب كين بعد مرات كيوقع علينا واحد مشكيل وان نحنا كلقو طرف طويل وطرف قصير فالحل ديال هاد المشكيل ساهل و بسيط غير تبعوا معايا الخطوات المهم انا هنا غادي نشرح ليكم بوحد رسم تخطيطي وطريقة اخسيراتها ومن بعد غنوريكم في التوب مباشرة كيفاش تلاقي وتتفاداو ذاك المشكيل المهم اول حاجة غادي نوريها لكم هي كيفاش تتفاداو ذاك المشكيل في واحد المسافة اللي كتكون قصيرة مثلا عندنا الكم مثلا بحل دباق هاد الطرف ديال الكم اول حاجة غدا تحتاجي لها وهي مخدة المهم مخدة تكون مثلا بحل هادي تكون احسن انها تكون طويلة علاش باش تقدري انك تدري لكم ديالك تخدميه من الاول ومن الاخر يجي لكم كامل شاد لك المخدة كاملة يعني ما يجيش لكم طرف فوق المخدة والطرف في الارض بحل مثلا بعد سيدات كيستعملوا ذاك المخدات اللي كيكونوا صغار بزايف هادو يعني انا ممكن فضلا مش خودوا مخدة تكون كبيرة المهم تكون طويلة مش مش تكون العرض عريضة تكون الحجم ديالها طويل هي اللي غدا تعاونكم بشد لكم الكم كامل فالطريقة هي سهلة وبسيطة مثلا عندنا هادا هو الطرف الفوقاني ديال توب لاحظوا معايا مزيان غنجيبوا الطرف الثاني ديال توب الاطراف كيفما كتشوفوا معايك يكونوا مقادين يعني من هاتج جيهة مقادين ومن هاتج جيهة كذلك مقادين يعني نفس المسافة انا هنا كيما قلت لكم كنشرح لكم هالطريقة فمثال الكم او حالطرف قصير الكم وللقب ولحتى الدورة دي الكم مهم مسافة كتكون قصيرة المسافة الطويلة نشرح لكم من بعد فاول حاجة غدا تديريها هي هادي فلاحظوا معايا مزيان غدا تاخذي فنيتا غدا تديريها في البداية ديال العمل ومن بعد غدا تاخذي فنيتا وتديريها في النهاية ديال العمل لاحظوا معايا مزيان من بعد ما تنديروا الفنيتا عدنا جوج ديال الفنيتا تنديروا الفنيتا قلولا هنا في البداية ديال العمل والفنيتا التانية كنديروها في النهاية ديال العمل اكبر خطاء كيديروه السيدات وهو انها كتدير فنيتا في البداية وكتدير فنيتا هنا في هاد المكان هادا و قد تبقى قد أخدامه مني تجي تشوف اللخر كانت جهة طالعة أو جهة هاطة هده او اكبر غالات كتديرو هاد شي علاش غد ينضيروا فنيتها في الاول وفنيتها في اللخر من بعد لاحظوا معايا مزيان هاد النهاية ديال العمل غدين نضير واحد الفنيت اخرى هاد المكان هادا هنه شوفوا معايا مزيان درت الفنيتها هنق يعني انا ارتي بديت من اللخر يعني العكس دي الاغلب السيدات اللي كيديروها كيديرو فنيتة في الاول و كيديرو فنيتة هناك في هاد المكان هادا لا احنا غنبداو بالفنيت ملخر دي الخدمة باش يبقى لنا الديكالاج الفوق يبقاش لنا الاسحت هاد شي لا اخرج لنا شي ديكالاج فلاحظوا معايا مزيان هاد المسافة اللي غدا تكون عندي مابيل الفنيتة اللخرى و الفنيتة اللي فوق منها احنا نديرو مثلا واحد مسافة دي الخمسة و عشرين سانتيم مثلا يعني هذا غر موهم خمسة و عشرين و عشرين إلو غايتوا التماءو هادين بالضبط ديرو عشرين فهدي مسافة مزيانة من بعد من الي تنديرو فنيتة من مورة واحد لخمسة و عشرين سانتيم غنزيد ارتفع كذلك بواحد لخمسة و عشرين سانتيم و غندير فنيتة وحدة اخرى فلاحظوا معي مزيان ارتفع كذلك تقريبا بواحد الخمسة وعشرين سنتيم او عشرين سنتيم هاتش في طبيعة الحال كاعتمد على حساب الطول اللي عندكم في النهاية شنو غد يبقى عندي اه يعني هادا كما قلت لكم احنا دابا اخدامي نغرف الكم يعني فوحد التوب للطول دياله قصير او مثلا جلابة ديالشي بنت صغيرة ويعني كتكون مسافة قصيرة فغدي تبقى لنا هاد المسافة هادي مثلا مهم هاد المسافة هادي كيبقى لنا هاد المسافة هاد المسافة هاد المسافة هن فين غنعالجو الدكالاج المعالجة ديالديكالاج غتشوفوها معي فوق التوب دابة مهم بلما نشوفها دابة حتى ممكنش كيفاش ندير ليها كما قلت لكم مو عالجة ديل هاد المشكيل غتشوفوها معايا في التوب اهم حاجة عندي اناق وهو انكم تعالجوا الدكالاج الفوق مايتعالش لتحت الى اصلا درتو هاد طريقة هادي ديروا فنيتها في اللول وفنيتها في اللخر وتبقوا غدين طالعين ما غادش يخرج لكم الدكالاج يعني على الاغلب ما غادش يكون الدكالاج في حالة الى كان الدكالاج كيتعالج هنق فهاد النقطة هادي بالضبط ما تعالجوش في اللخر ايلا وصلتو حتى اللخر ساعة اللي اعطاه الله اعطاه فدابة احنا شفنا الطريقة ديال الكم الان غنشوفو الطريقة ديال المسافة مليك تكون طويلة بحال مثلا هنق عندنا من بعد ما كنخدمو الدورة ديال الكم وتنخدمو هاد طول ديال الكم كنخدمو هاد الهبطة هادي هاد الهبطة هادي طريقة ديالها كيفاش غاد نديرو لها هاد الطريقة ديال مختلفة واحد شوية للمسافة ديال الكم علاش حت نتيم اللي غاد تديري مسند وخيكون طويل ما غادش يشركلك هاد البلاسة كاملة من حدا من حدا الدورة ديال الكم حتى الجليل يعني ما كنش شي مسند اللي غاد يقدر انك تديري في هاد المسافة كلها هاد الشي علاش حنا شنو هنديرو هنبدو الخدمة من من الفوق هندير فنيته هنا في البداية ديال الخدمة بداية العمل وغان تفاوت على بوحد تقريبا خمسة وعشرين سانتيم او عشرين سانتيم لحساب الرهبة ديالكم وغاد ندير فنيته وحدة اخرى وغان نخدم هاديك المسافة دابنتي غاد اخدامه انا دابك انا هدار معاه كنتي غاد اخدامه دابنتي خدمتي هاد المسافة دير خمسة وعشرين سانتيم اتزيد تهبطي كذلك وحد فنيته اخرى وديريها فنيته التالتة وخدمي كذلك اللي مهم عندي انا اللي مهم عندي انايا وهو توصلي المنتصف العمل المص ديال الخدمة هذا هو اللي مهم عندي انتي غاد اخدامه من البداية حتى توصلي المص فاش توصلي المنتصف تقريبا المنتصف غدي يجيكم هنا هنا نقدر احنا نقوله باللي تديري واحد المخدة فهي غدا تشدلك من المنتصف ديال العمل حتى الجليل هدا ولي مهم بزير خس المخدة تشدلي انا من جليل حتى المهم من جليل حتى الفوق كيما تريدون خوضوشي مخدة تكون طويلة مشي العرض ما كيهمني ايش كيهمني انا غير طول ديالها غس تكون طويلة بش علاش لانا احنا دابا لاحظوا معاي غادي تديروا واحد الفنيتة هنا في المنتصف ديال العمل انا هنا نسيت مدرتهاش مهم ديروها وغندير فنيتة واحد اخرى في الاخر ديال الخدمة هدي اهم طريقة وهدي الطريقة بش كنخدم انا وناديرا فش كي يجي واحد ديكالاج وحتيلاج واحد مسافه قريبة بزيف يعني قل من سانتين واحد مسافه بسيطة جدا وهد شي لمحتارم تش المقاييس ولكن لا تبعتوا الطريقة مستحيل ديكالاج يعني واحد مستحيل يعني ما يمكن ش المهم غديروا فنيتة في اللخر دي العمل في الجليل وغدطلعوا هدي نهاية العمل وغادي تديروا طلعوا بواحد تقريبا خمسة وعشرين سانتين او عشرين سانتين وديروا فنيتة واحد اخرى وكذلك زيدوا فنيتة واحد اخرى مش مشكل انا اللي مهم عندي هي هاد انني نعالج ديكالاج هناك في النص دي الخدمة من هنا نبدأ نعالج الديكالاج اللي عندي يعني هاد المشكيل هنا في هاد البلاسة هنا يعني ما بين منتصف العمل وهاد الفنيتة هادي والفنيتة اللي من مراها هنا فنخصني نبدأ نعالج الديكالاج والان غادي نتابعوا معايا طريقة علاج طريقة علاج المهم غادي نوريكم طريقة العلاج عبر الفيديو وهي طريقة سهلة وبسيطة بزاف غير هو حاولوا تركزوا معايا باش ما يجيكمش التوب مكمش ولا شي حاجة حيث انا ما باغينش نكمش التوب انا باغين غير الخدمة جينا مضبوطة وما يجيناش هادك التفاوض دي القطع التوب ولا الدكالاج مهم دابا تابعوا مع الفيديو ونشوفوا طريقة بكل سهولة وبساطة وكنتمنى ان هاد الرسم هاد الرواينا اللي درت تكون واضحة وبينك دابا جينا الارض الواقع والتوب والبروال وهو ما المهم اول حاجة CDs انكم كتبتو في mistress بداية ذي الخدمة احنا دابا في الاخر جينا بدي كالاجلاب احنا دابا ها احطاه الجيهة طالة او جيهة هابطة كيفاش غنفكو هذا المشكل هذا اول حاجة غندير ماذا في الاخر ذي الخدمة انا داباً هنا في النهايه دير العمل سوف نلصق أحد الفنيته هنا في اللخر الخدمة و سوف نحاول أن نرتفع من اللخر يعني هذه هي أهم حاجة أغلبية سيدات كي يدروا الفنيت على البداية الخدمة و كي تخدم بلا فنيت قاعد هذيك بوحدة هذيك بلا ما نادروا عليا المهم ليك تخدم بلا فنيت بلا متفرج في هذا الفيديو هذي ما غادي نفعه فويله مع هذا لا شافت وما نعرف وعجبات الطريقة الله وعلم المهم غادي ترتفعي تقريبا بواحد خمسة وعشرين سانتيم أو عشرين سانتيم و تديري فنيتا و تقدري كذلك تزيد ترتفعي بواحد العشرين سانتيم و تديري فنيتا خرق هذا شي كي يعتمد على حساب الطول و المسافة اللي عندك دابحنا قبقى لنا هذيك الدكالاج الفوق المهم أنا بديت هذي الملاقية هذي عندي الطرف الفوقاني ديالتوب قصير و الطرف التحتاني ديالتوب طويل كيفاش غا نقدر نعالجهم يعني جهة طويلة و جهة قصيرة هذيك الطرف الفوقاني ديالتوب كنضرب فيه الدربات قراب لبعضياتهم لاحظوا معايا مزيان المسافة قريبة أما الطرف التحتاني ديالتوب فهو العكس ولكن ماشي ديه مخ لاحظوا معايا مزيان هنا أنا بقدرت وحد مسافة كبر من المسافة اللي خليتها الفوق علاش لأن هذي الطريقة بش أنا غادي نبدأ بحلة كنكمش في التوب ولكن مخصوش يتكمش هذي أهم حاجة لاحظوا معايا المساء الدربات اللي كنديرهم في الطرف القصير أو للطرف الناقص ديالتوب كتكون وحد المسافة قريبة بزير لاحظوا معايا مزيان دابة في الطرف التحتاني ما غاديش ندير نفس الطريقة اللي درتها ما غاديش يعني نخلي مسافة كبيرة المهم أهم حاجة بحل المثال اللي انت يدرتي إحنا دابة كان هذي رغر على ديك الجهة اللي كتكون طويلة طرف طويل ديالتوب هو هالطرف التحتاني اللي عندي ما غاديش نبقى أنا دائما كندير غرزة كبيرة غادي ندير غير وحدة كبيرة ونتبع هالي من مورها يكونوا صغار المهم دابة لاحظوا معايا مزيان لاحظوا معايا دابة أنا غادي نخدم الفوق مسافة قريبة دائما الطرف اللي كيكون ناقص أو للطرف اللي كيكون صغير كنديروا الغرزات قراب البعضياتهم أما هذك الطرف اللي كيكون كبير كنديروا ضربة وحدة كبيرة وكنتبعوها على الأقل واحد خمسة ضربات ولا ستة ولا سبعق الشي كي يعتمد على حساب الحجم الطول ديالتوب اللي عندكم وكذلك يعتمد على حساب هذيك المسافة ديالديكالاجي يعني مثلا لخرجات لك مسافة ديالسانتيم سهل دغيت قدري تعالجيها لخرجات لك جوز سانتيم حتيت تاية شوية ساهلة غير هو خاصك ترضي ليها البال على البدية ديال الخدمة يعني مش يترضي ليها البال ستبقى لك عشرين سانتيم وتسالي الخدمة يعني ما يمكنش غادي تجي تعالجيه غدا تخسر التوب المهم إحنا دابة هذي اهم حاجة أنا دي ما كندير فنيتها في الأخر ديال الخدمة باش نشوف وش أنا خرج لي يديكالاج ولا لا إلا لقيتو خرج كنعالجو في الأول ما نخليش حتى يوصل لأخر لاحظوا معي مزيان هنا عندي المسافة البعيدة يعني أنا هنا بعت واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة درت خمسة ديال الدربات قراب البعضياتهم ودابة غندير الدربة السادسة بعيدة علش هالطريقة باش ميتكمش لكم التوب يعني انتي مثلا رديتي البال انه خرج لك ديالاج وبقات عندك غير خمسة عشر سنتيم وغدا تصافي غدا توصل للجليل ديال الجلابة غدا تبدي تديري اذو الدربات بعيد على بعضياتهم غدا تديري وحدة على وحدة وحدة على وحدة غدا يتكمش لك التوب وغدا تجي الخدمة يعني غدا يجي دك شي باين هادشي علاش انا كندير هالطريقة هادي كندير دربة بعيدة وكندير وحدة خمسة دربات ولا ستة ولا سبعة شحل ما بعدي شحل ما مزيان يعني انا غير عطيتكم مثال بخمسة ديال الدربات قراب تقدرو تديروا ستة تقدرو تديروا سبعة الدربات ثمانيات سعود يعني اذاك شي غدا يبقى شوفو انتمو والطول اللي عندكم اما هادك الفوقاني انا ديما غدا نخدمها مسافة قريبة يعني ديما غدا ندير دربة على دربة لانه عندي اصلا هادك الطرف الفوقاني ناقص ولا مش ناقص احنا اللي نقصناه اما الخياط را عاطي لكم ريقل احنا كنبقوا اه غادين غادين زربانين كان نحس بو غير متى ديك الجلابة غدا تطلع نتانى ومنا كانوا غادين تقلقوا راسنا درنا درنا شايف ضايحة في اللخ المهم واتشيره عادي تشير كي يوقع لأي واحد يعني اذاك شي عادي غير هو مع مالي كانت بقيت تخدمي الجلاب اللولة التانية التالتة كانت بشوية بشوية كدري تستافدي من الاخطاء ديولك يعني هادشي اللي كنوري لكم دابرة رحت انا طحت فيه وبقيت كنفكر كيفاش غاد يلقى الحل وكل مرة كتزيدي تكتاش في اذاك شي غاب بوحدك يعني كل مرة كتتاخذي معلومة من هنا معلومة من هنا تزيدي علاش حاجه من راسك حتى كتديري شي طريقة اللي كتسلكك يعني شي حاجه اللي غدا تخليك انك تخدمي بسهولة لاحظوا معي مزيان هنا عندي المسافة البعيدة او لهذيك الدربة البعيدة وهنا عندي خمسة ديال الدربات قراب لبعضياتهم ودابة غنضير الدربة السادسة بعيدة الدربة السادسة او السابعة او الثامنة بعيدة المهم هذي الطريقة اللي كنعالج بها انا هاد المشاكيل هذي وهاد الفيديو هادا ندرته على قبل وحد سيدة سولاتني غير البارح وقيله سولاتني غير الملاقية ديالها كتخرج لها في الديكالاج فيما كتحاول كتجرب كتدير مجهود ديالها ولكن في الاخر كتخرج لها ذاك الدكالاج فانا لما كتخدم بلافنيت او كتديروا ذاك المسيندات اللي كيكونوا صغار بها ذاك المسيند صغير اللي تنديروهم ديكور في السالون يعني كيكونوا في السالونة غير ديكور ولكن كنديروهم لوليدات صغار تيكونوا يعني غير ولية صغير تديريلي هاداك المسيند صغير اللي كيخدموا بها ذاك المسيند بلا ما يتفرجوا في هذا الفيديو حيث أنا كنخدم بمسند الحجم دياله كبير وكنديرها الطريقة وشكرا على المتابعة واللي عندها اي سؤال تكتبوا لنا في التعاليق وشكرا على المشاهدة وكنبغيكم كاملين وكنتمنى انكم كلكم تنجحوا في العمل ديالكم